أطلقت سلطات الاحتلال سراحة الأسير عبد الباصط معطان من مدينة البيرة المصاب بمرض السرطان بعد عامين من الاعتقال الإداري المليء بالتعذيب والتنكيل والحرمان من العلاج ندخل اليوم بيت الأسير المحرر عبد الباصط معطان ليس لنسأل عن فترة تمديد اعتقاله الإداري الجديدة وإنما لنهنئه بحريته فرحة تظل منقوسة حتى يتحرر كافة الأسرى والأسيرات خرج من فم الموت وحتى آخر أيامه بالسجن ضربوه وعذبوه الأسير المحرر عبد الباصط معطان حرا بعد عامين من الاعتقال الإداري فعلا خرجنا من الكبور وكان مفاجئ جدا والحمد لله رب العالمين بعد أربع تمديدات من الاعتقال الإداري غير المبرر اعتقال بلا تهمة وكان يعني كما ذكرت أقصاها يعني أو يعني كمة المعاناة فيها اللي هي بعد 7 أكتوبر ظروف الاعتقال كانت الحقيقة كاسية جدا وبالتالي خروجنا كان يعني الحمد لله رب العالمين لعالم الحرية خروج يعني كما لو أننا خرجنا من كبور حقيقة مصاب بسرطان القلون والاعتقال قطع برنامجا علاجيا كان يتبعه قبل عامين نسأله عن وضعه الصحي اليوم والصادم أنه لا يعرف شيئا والله أنا لا أدري لأنه أنا منعت من العلاج ويعني منعت من قبل 7 أكتوبر حتى بشهر ما دخلت عيادة السجن نهائيا يعني ما أخذوني على العيادة ولا عرضت على طبيب وحاولت وطلبت يعني أكثر من مرة أن أعرض على طبيب وفي كل مرة يعني كانوا يمتنعوا الآن لما يعني اندلعت الحرب وصارت يعني ظروف السجن قاسية جدا أنا لا أخفيك يعني فكان أملي يعني يعني صفر أنه يعني يكون في أي نوع من المراكبة الصحية صورة أبنائه لم تفارق عينيه منها استمد الأمل وتعالى على جرحه أمام جرح أهلنا في غزانيا أنا عشت على أنه هيك خلص أنا بدي أعتبر حالي سليم وما في عندي أي مرض وبيدي أعيش بنفسية منيحة ونفسية يعني خنقول متصالحة وبالتالي يعني اعتمدت على الله سبحانه وتعالى وظل تفكيري الحقيقة يعني في التشافي مش تفكيري في المرض تفكيري في أهلي وفي أبنائي وفي ذوي تفكيري في اللي قاعد بحصل وهو أكبر مني حتى والله نسيت أنا حالتي يعني الصحية في هذه الظروف سيستأنف عبد الباصد علاجه من السرطان يقول هذا وباله مع رفاق الأسر المحرومين من أدنى مقاومات العلاج والمعدمين ببطء كل يوم من رام الله المحتلة أسيل سليمان رؤيا